بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في فيديو اليوم بدنا نحكي عن طريق تغيير واجهة برنامج الورد من اللون الأبيض إلى اللون الأسود يعني من الوايت إلى الدارك طبعاً لما أدخل عندي على برنامج الورد يكون عندي الواجهة أحياناً مزعجة للنظر فبإمكاني أني أتحكم أنا بالألوان الخاصة بالواجهة الموجودة عندي طبعاً رح أعمل أول شي فايل بعد هيك رح أنتقل على الأوبشنز عند جنيرال عندي الأوفيس ثيم رح أحددها وعندي خيارات عدة طبعاً ممكن تلاقي عندك خيار الدارك أنا ما عندي خيار الدارك عندي الدارك غري يعني بيجي قريب من الرمادي رح نعمل الأوبشن تحديد بعد هيك رح أعمل أوك ظهرت عندي الواجهة بلون غير اللون الأبيض طبعاً بالنسبة لهاي الصفحة إحنا الصفحة بنقدر نغير لونها لأي لون إحنا بنياه لكن تغيير اللون رح يكون فقط مؤقت يعني بروح على Design بعد هيك بروح على Page Colors وبختار الأسود وبهاي الحالة بقدر أكتب اللي أنا بدي إياه طبعاً للعلم أنه التغيير اللي صار على الصفحة الآن هو تغيير مؤقت يعني بمجرد أني أنا أنتهي من البرنامج وأغلقه الإعداد رح يختفي فيما يخص الصفحة أما فيما يخص الهامش في الهامش رح يبقى على هذا اللون طيلة استخدامي للبرنامج وبنبه على شغلة مهمة أنه في حال كنت بدك تطبع documents الخاصة فيك أو الصفحات لازم أنك ترجع وتغير لون الصفحة للون الأبيض لكن في حال أنك كنت بدك تستخدم الصفحة وما بدك تضرر عيونك من الأشعة الزايدة أو من حدة اللون الأبيض بإمكانك أنك تختار الخيار colors أو beige colors على اللون الأسود أو مشتقات اللون الأسود هذا كان فيديو اليوم الله يعطيكم العافية السلام عليكم